صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وجع وش شديد وجع وش شديد كيفكم يا بنات إن شاء الله طيبين رائقين أموركم طيبة وإن شاء الله رمضان يعني زي ما بقولوا واسطول معكم الحمد لله والشكر لله اليوم يعني قعدت تحسن أحسن من اليوم الأول وأحسن من اليوم الثاني ولله الحمد يعني سبحان الله شوية شوية الجسم بتعود اليوم هم جيدتكم بوصفات بسيطة ما كثيرة يعني ممكن تقدر تقولوا حلاء أو كمان وصفة يعني تقدر تعتمدوا في العشاء طريقة لحمة سهلة وسريعة هنا حبيت أوريكم الحمص بالحلة اللي هو حلة الضغط الكهروائي بمسي معاك زمن قدرشون أنا دائما قعد أخوت عليه موية دافية ما كثير وبخوت عليه زي نصف فنجان من الزيت عشان بعدين يكون فيه كده زي ما بقول زي لا معا كده للحمص تمام الحلة دي ممتازة للناس اللي حابين يجيبوا الحلة دي أو مفكرين أو مثلا عندهم شك يعني ليس بتشكوا يعني أجيبوا لا ما أجيبوا الحلة دي مريحة لدرجة كده ما بتتخيلوها جيبوها طوالي يعني الحمص بيأخذ معاي تقريب أخذ معاي خمستاشر دقيقة ما تزيدي عليه ولا تنقصي ثانية خمستاشر دقيقة وبيطلع معاك وان شاء الله تبارك الله وبرضو اليوم عملت به كان البليلة الثانية العدسية أخذ معاي العدسية ثلاثتاشر دقيقة لأنه العدسية هو نتج بكون أخفة من الحمص ثلاثتاشر دقيقة والحمص خمستاشر دقيقة ما شاء الله تبارك الله يعني أول حاجة ما بيعمل صوت ما بيعمل ضج ما بيعمل لك أي حاجة تخلص أمورك كذا زي ما بيقولوا كالتامي سوكاتي كذا ما ما فيكم في حركة للحلة المهم حبيت يعني أنه الناس اللي عاوزين يشتروا الحلة دي ممتازة جدا أخذوها وهنا حبيت أوريكم الطريقة اللي أنا بعمل به اللحم وممكن تجتمديوك زيادة في الإفطار لما تكون عاملة فول مثلا أو كمان تعملو في العشاء كزيادة برضو في العشاء لو ما زيادة كمان صح نساي وخلاص مع صلاثة يعني ما ضروري جوتو زمبليط زي ما بيقولوا المهم أنا بجيب اللحم بقلب كويس في زيت بعد حد ما لونه كده يتغير شوية بعدين بنزل عليه بيحبة من البصل حبة من الفلفل الأخضر هذا إذا الكمية الحعملو ما كتير حبة حبة كفاية لحد ما تحسينه كده خلاص يعني اللحم كده بيقينزل منه موية هزيد عليه البهارات اللي هو الفلفل الكزبرة شوية الملح طبعا هو ما بيحتاج حاجات كثيرة خالص اللحم عفوا إذا أنت حاوز تحافظي على الطعم اللي هو الطعم بتاع اللحم والنكهة بتاع اللحم بس للدرجة دي لما انتصل يعني ما يصل إنه أنا أول أخي حاجة ما ضفت له موية لأنه اللحم بحب إنه هو ينجض بمويته مع موية البصل والفلفل خلاص بكفي حاجة كده رهيبة جمعة رهيبة بس حبيت تشاركم طريقتي وآخر شي بزيد عليه الباكدونيس وبزيد عليه الكزبرة المتوفر يعني الباكدونيس أو كزبرة هو أحسن من تزيد عليه كزبرة ريحت الكزبرة في اللحم أحسن من الباكدونيس تحسي حاجة كده حلوة شديد بتمنى تعملوها أو أكون ذكرتكم بالوصفة دي وبعد كده حبيت شارككم وصفة البسبوسة أنا طبعا في رمضان دعم لجوطة مع البسبوسة أو السمبوسة بل أخبط أنا زيبت كوبين من السميد وزي ما شايفين عبوة بتاع الزبادي يعتبر آآ كوباية كبيرة ومعلقة كبيرة من الباكينبودر ونص كوب من الجوزة الهند تمام دي الحاجات اللي حنستخدمه في البسبوسة آآ مبدئيا يعني البسبوسة دي ممكن إزا انت عندك ضيوف أو زوجك عند غيوف كده يعني ضيوف حاوز تعزيهم اعتمديها حزيد عليه نص ظرف دريمويب ده نص الظرف الباقي بتاع التحليل عملتها معاكم تتذكروا الكنافة بتاعت اول يوم وبعدين حزيد عليه الظرف بتاع كستر كرامل البسبوسة دي رهيبة رهابة لون وطعم ونكهة حاجة كده حركات يا بنا روعة أنا في العادي لو لاحظتم عملت لكم كم وصفة للبسبوسة لكن ما بيستخدم دريمويب ما بيستخدم كستر كرامل يعني الحاجة ناس الكستر كرامل والدريمويب والحاجات دي إذا حاب انه شغل يطلع فنان شديد يعني فهمته بعدين الحاجات الده اسألناش فدي حاجة بسها بالسمن تبسي كويس لما تحس انه خلاص اي فتفوت من البسبوسة اخذ كفايته من السمن تمام بعدها حتنزل عليه وبالزبادئ وانتهينا اسهل من كده ما فيه لكن البسبوسة ما بتطلع جبارة يا غنان اعتمدوها الحمد لله أنا مبسوط جدا بالكومنتات بلات كتار طبقوا عن طريقة العصيضة وضبط معهم العصيضة دي جماعة حلوة والطريقة نزلتها لكم اول حاجة خفيف على المعدة وغير كده سهل جدا سهل 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 وممكن تعملي قبل الافطار بين نصف ساعة تمام هنا عملت لكم وحبيت اوريكم انه قوامل بزبوسة بتكون كيف نكهة الكستر كراميل قبل ما ايخل الفرن جبار جبار يا بنات الملين بعد ذا نزلت باوه في السمنية بالفرن تم سحب شوية كده بس سمن وخلاص انتهينا تدخلي الفرن تعمل له شوية حركات بركات كده لزوم الدلع بس جبته اللي هو سكين عملت له كده اشارات عشان اعرف خط المكسرات اللي حاب انه عن مكسرات اللي تحاب تخطي سواء عاوز تخطي مثلا لوز او عاوز تخطي مثلا لوز ده لو بعد ما يطلع من الفرن عشان ما يتحمر معاك الشديد تمام اذا عاوز تخطي جوز او اذا عاوز تخطي عين الجمل الحاجات الزيت يعني تمام بعد ذا تدخلي الفرن انا خليته اول حاجة لو انت عاوز مسلا البزبوسة او الكيك يطلع لك الدرجة الارتفاع كده متساوية الفرن اول ما تشغليه يشغليه الفوق والتحد مع بعض مش بيكون في تحد وفوق فوق وتحد مع بعض شغلي فوق وتحد مع بعض مساء فقولي زي مسلا ام سبع دقائق خمسة دقائق بعد ما تحس انه اتنفق خلاص بعد ذا اعمالي انزل للابتحد يعني شغل التحد اقل من عشرة دقائق تقريبا هيكون ازا نوع الفرن بتاعك ممتاز درجة الحرارة والفوق ما بياخد معاك اقل من او اكتر من خمسة دقائق يتحمر بس هنا بدأت نفق انا هنا كنت مشغل الفوق والتحد مع بعض تمام طلع جبار طلع رهيب رهيب شديد اه بتمنى يعني الوصفة تعجبكم وبعد ذا طبعا الناس الحركات والبركات اللي دايما بنعمله في رمضان دا اللي هو شيرة انا دايما قاعد اقول لكم الحلويات اذا يطلع معاك زابط الشيرة تكون باردة او البزبوس تكون سخنة او الشيرة تكون سخنة او البزبوس تكون باردة وفي رمضان اذا انتم عملتوا الشيرة من بدرقة خليته كثير يعني بفيدكم يعني بكون في التلاجة الحاجة اول ما يطلع من الفرن دخلي وخلاص هنا حبيت اعمل لهم شوية حليب محلة الحليب المحلة طبعا بديو طعم كده جبار شوية المهم بعد ذا شوية زينة كده وحركات بركات اللي بنعمل وكده يا بنات خلاص انت هنا ان شاء الله الوصفة تعجبكم يا بنات وما عارفة حبيت ان انا حسيت ان انا عاوزت وينس معاكم شوية قلت اديهم الوصفتين دول الدارة تلحق تعمل في العيشة تعمل وقال لي ادى بكرة دارت اعمل فول تزيد معاوه تزيدوا في اللفطار انا اللفطار الليلة ما عملت لكم شوربة صح ليلة انو عندي شوربة من انس وعندي شوربة من اول مست شوية شوية فقمت عملته شنوش اعملته ميكسي كده وقديتهم بكرة ان شاء الله باذن الواحد الاحد عاوز اعمل ليهم شوربة كده جبارة واكيد ان شاء الله حنزل ليكم الطريقة ربني سهل الايام شايفين هنا ارتفاع البزبوسة كيف جبار حل شديد بتمنى تجربوها تمام بعد ذا ما عارفة حبيت اتونس معاكم حبيت اتشاريكم كده فيديوهات من اللي هو الفيديوهات اللي انا بحبها كان فيه سفرياتي في السودان ما بتتخيلوا الناس اللي دايما بيقولوا يا المغتربين حظكم ويا المغتربين انتوا مرتاحين ما بتتخيلوا المغترب دا بعد الفطور بيقول لكم صلاة كيف يعني بيشتاق لنا سمو بيشتاق للبيت بيشتاق للاحباب يا جماعة سبحان الله يعني انا ما بقول مثلا السودان بس انا يعني مثلا بمثل السودان لكن اي انسان قاعد بعيد من اهلا حتحسب الاحساس ده يعني يا جماعة يعني بلدك اللي انت تربيت فيه اللي اتولدت فيه تحس كده زي امك يعني حاجة كده بدفيك حاجة كده بتحس انه ما عارف اقول لكم شنو لكن جد 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 حاجة كده رهيبة مشتاق لنا سمي ومشتاق لجيراننا جيراننا دول يعني حتى في الخرطوم وفي الشمالية مشتاق لخيلاني بحبهم حب خيلاني دول ده خالي ساتي ودي حبوبتي الله يديها العافية ادعو لها جماعة هي شوي كده قال لي يا مادي صحتها ما كان تمام امي معاها الله يديها العافية وهنا لما مش يتسلم عليها يا جماعة القعدات الزيتي بالدنيا وما فيها زمان في رمضان نحن كنا مثلا زمان انا كنت في الداخلية هي بتحبني شديد كانت كنا بنجي مثلا في الشهر مرة بناخد حاجاتنا للداخلية وبنرجع بتجي تديني بالراحة تغمي طليل قروش وتكون جايبة لي بلح وتكون جايبة لي مثلا حاجة كده بس كويتة الحاجة مشي اكله في الداخلية عشان ما اجوعه كده هي كانت بتحبني شديد وكمان اخر سنة في الداخلية اصلا في السانوي ابوي كانت وفا فكان قلبها عليه شديد كان بتجي تغمي طليل وتديني وكده قروش وحركات اللي يديها العافية حبوبتي بحبها شديد ربا يحفظها وربا يحفظ احبابكم يحفظ امهاتكم ويرد غربتكم وتتلموا في الخير يا جماعة هنا كنا نلقاه وكنا قاعدين مع بنات عمي وبنات خيلاني احلى شيء في الدنيا ان كنت قاعدة تشرب قهوة كده مع بنات عمي بنات عمي دول انا ما بحبهم بنات عمي دول العشق عشقي عشقي في الحياة بنات عمي بحبهم جدا روابر ومي سريم ريان رمزات ربني سعيدهم يا رب العالمي بحبهم جدا وبحب عمي كثير وامهم دي في القلب برضو هذا خيلاني ساتية وما اعرف اقول لكم شن يا جماعة خيلاني خيلاني دول ناس كده فرفوسين ناس اللي بيقولوا من الشماليه يا دلال وانشنة عندها ذلك ناس المص Cambridge احسين ويقول لهم اخوانكم دول قوللهم تعرفون اولاد غورتي تتاعرفون خالد عثمان دول ناس مشهوريند خيلاني مش مشهورين يعنيchlagen يعني الناس محبوبين يعرفوا يعني يحبوا يتعارفوا على الناس تمام بتمنى يا بنات الفيديو عجبكم ما عارفة بس كده حسيتين عاوزة تونس معاكم لانا انا مشتاقة اللي يحب وبتي شديد ومشتاقة اللي الخيلاني ومشتاقة اللي عمي وبنات عمي ربا يا رب العالمين يجمعنا في ساعة خير ان شاء الله يا رب العالمين ما عارفة اذكرتا كمان برضو ايام الداخلية في رمضان يا السلام يطلعون قبل رمضان بشوية بنمشي البلد بنشيل حاجاتنا في صفايح وفي جرازل بنرزع الداخلية تاني وفي الداخلية بيقسموا الشغل احنا كنا صغار مسلا بيقسموا علينا انتو تغسيل العدة عليكم يعني بيقسموا كان يعني كل بلد بيقسم بناتو لمجموعه طبعا حتى القرى بيكون في مسلا في احنا مسلا كجبار عندنا حلة مسلا في كجبار بيكون بيقول حلة يعني حلة 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 يعني شنو مجموعة كده ما عارف اقولها ليكم كيف المهم كانوا بيوزعونا مسلا انتو حتغسلوا العدة وانتو عليكم السحور وانتو عليكم الافطار وانتو عليكم البلاتة الماشاء الله اللي مسلا في صف ثاني او صف ثالث دال بيكونوا خلاص دارين اشتروا مشغول المطبخ واحنا مسلا كنا في صف اول بدون غسيل العدة وترتيب وكده وطبعا ما في مطابخ في الداخلية كنا بنقعد كده في الحيشان بيقسموا لينا كده واحلى شي بعد ما يجهزوا الافطار بيجهزوا العشاء وكده تمشي تقرمي حق الناس تقرمي حق دي وحق دي حق دي عبدان بلال يجيك ويجي عبدان ما تعرف تقبلي وين وقيته كانت احلى ايام انا عشتها في حياتي الداخلية وقال لي يا دلال حياتك حاليا او حياتك زمن الطفولة او الداخلية حقول لهم الداخلية تتحرف على كمية بتاعت بناء كمية من بنات والمعاي من الشمالية انا قريت في مدرسة البركة السانوية اللي هو كان في داخلية بنين وبنات لكن طبعا البنين مفصول عن البنات انا اسمي اصلا دلال محمد عبدو للناس اللي بيسألوني انت دلال محمد عبدو ايوة انا دلال وكنت بحب اقلد المعلمين دايما دايما في الطابور في الصباح يقول مثلا انه في فقرة بتاعت مرح يلا يا دلال قومي قلد لينا المعلمات قومي يا دلال قلد لينا المعلمات كنت عمل لهم بهجة كده في السانوي والله يمشتاقة اليوم كلهم ويتمنى يعني يا ريت الزمن يرجع ليوراء المعلمات والمعلمين الدرسوني ربني يسعدهم وينما كانوا وربني يحفظهم وينما هم كانوا يعني بنات صليب بنات دلقو بنات توندي بنات تينرا كل البنات اللي معاي في القروب ربني يسعدكم ربني يحفظكم دول البنات اللي قاروا معاي من الداخلية ويسألوني انت بجيت دلال محمد عبدو اي انا دلال محمد عبدو طبعا المعلمات كانوا يعني مرات بيكونوا عاوزين يهرشوا لما يشوفوني بيسكت وبيقولوا دي حتمشي تقليتنا الصباح في الطابور يا بيت الناس غايته يعني كانت أيام كده حلوة شديد يا جماعة وهس وين وين كبرنا الاولاد والمسؤولية والبيت سبحان الله لما تكوني بيت بتقولي الله متين عرس ومتين اجيب اولاد وافتح بيت وافتح بيت وحركات تعال شوفوا الحركات والبركات اللي بيحصل بعد ما تتزوجي وبتجيبي اولاد وغايته الحمد الله على كل حال دي الحياة كده دي سنة الحياة مراحل ان شاء الله كل مراحل حياتكم تكون سعيدة وتكون يعني جميلة بتمنى جد يا بنات تعيشوا مبسوطين في حياتكم وربنا يسعدنا وربنا يعني يكتب لينا كل الخير ويكتب لي اولادكم كل الخير حد ما اشوفكم في الفيديو الجاه ان شاء الله مع السلامة